اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الازمة الليبية اليوم وزيرة الصحة تعرض على رئيس الوزراء خطة واجراءات عودة السياحة الى مصر كوريا الجنوبية تواجه موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وبريطانيا تعلن اليوم خطة تخفيف العزل العام العشرة صباحا في القاهرة الثامنة صباحا في جرينيتشا موعد نشرة اخبارية جديدة تأتيكم من النيل للاخبار اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في ميكانة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية وجه الرئيس بتعزيز الاحتياطية الاستراتيجية من السلع الاساسية كما استعرض الرئيس استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الاساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين فضلا عن استعراض جهود تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكانتها وذلك في اطار التحول الرقمي الشامل للدولة وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في ميكانة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة فضلا عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد في اطار السياق العام للحوكمة الذي تنتهجه الدولة حاليا كما وجه السيد الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية كما تم استعراض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركتا قهاء وإدفينة وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية وقد وجه السيد الرئيس باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي بحيث تتوفر لها كافة سبل النجاح لضمان استدامة تميز الإنتاج من حيث القرب من الموانئ والمحاور الاستراتيجية وكذلك مزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات مع الأخذ في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية يعقد وزراء الخارجية العربة اليوم اجتماعا طارئا حول الوضع في ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس كان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية قد صرح أن الأمانة العامة للجامعة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد الاجتماع لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وحصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب دول عدة أعرب مجلس رزراء البحريني عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية وأكد المجلس أن أمن مصر لا يتجزأ من الأمن القومي العربي جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأسه الأمير خليفة ابن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وبحضور الأمير سلمان ابن حمد الخليفة ولي العهد قال الرئيس الفرنسي إيمان ميل الماكرو إن فرنسا لن تتهاون مع تدخل تركيا العسكرية في ليبيا متهما أنقر بممارسة لعبة خطيرة تتعارض مع جميع التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر برلين جاء ذلك خلال لقائه نظيره التونسية قيس سعيد في الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس ترجمة نانسي قنقر تعقد اليوم لجنة وزمات مواجهة فيروس كورونا اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حيث كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد عقدت اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة وزيري السياحة والطيران المدني وذلك لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر واضحت الوزيرة أن إعادة فتح الطيران الخارجي وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر يعد مؤشرا قويا ويعكس قوة الدولة المصرية تفقد الدكتور خليد العناني وزير السياحة والآثار الفنادق بمدينتي شرم الشيخ والغردقة وذلك للتأكد من التزام المنشآت الفندقية بكافة الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وقال العناني لقناة النيل الأخبار أن جميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية مستعدة لاستقبال السائحين هنا داخل أحد فنادق الغردقة أسر وزير السياحة والأثار دكتور خليد العناني على الاطمئنان على إعداد الوجبات قبل خروجها إلى النزلاء والتأكد من أن جميع العاملين يطبقون كافة إجراءات السلامة والإجراءات الوقائية دعنا دلوقتي البرسنو الحيجين الكمامة التباعد الاجتماعي ده أغلب الحاجة أجستو أستاذ نادر من أسوان أنا لسا متعرف عليه دلوقتي أستاذ نادر من أسوان زمان كانت أجستة كل قدي دلوقتي إحنا فرضين عليهم 60 يوم يتواجد هنا ثم ينزل أجازة بعد كده ولما ييجي ما بيشتغلش من أول يوم يبقى عنده الأول فترة حاجر نتطمن على صحته ثم يشتغل لمدة 60 يوم ثم كام يوم قبل ما ينزل أجازته عشان نحافظ على أهله ونحافظ على الناس اللي بيشتغلوا هنا فطبعا ده بالنسبة لهم هم عبء إضافي ولكن إحنا بنحاول إن إحنا على قد ما نقدر نخلينا المحافظات الساحلية اللي هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح في أماكن خاصة دلوقتي بالسياحة المصرية والسياحة الوافدة طبعا بالنسبة لهم إنه يلبس الماسك ده في الجو ده وفي مطبخ لكن تاني هي ملتزمين وبفعلا يبذلوا مجهود كبير جدا المسافات بينها وسعت زي ما حيك شايف ومقسمين وعملين فعلا ضابط كويسة جدا وحاجة يعني تاني هم عشان يحافظوا على أكل عيشهم ووظيفتهم لازم ما يحصلش مشاكل صحية عندهم في القتال فلازم يحافظ على نفسه عشان ما يعديش زميله عشان ما يعديش نزلاء لأن النزلاء عيه عنده مش هيجو القتال بتاعه فهو مش هيشتغل في أكل عيشه ويتأثر الأشرة الحمراء أصبحت هنا حاجزا فاصلا بين النزلاء ومقدم الخدمة داخل صلة الطعام لتنتهي بذلك مشاهد الاقتراب والازدحام حد أي حد من الجسد يخش هنا احنا بنقول الحاجة بأيدينا احنا اي حاجة هو بيشور عليها احنا بندهاله هو مع الكمامات مع الجوانديات مع التعكيم مع المسح اليومي الموجود علينا هو اي حاجة هو بطلبها الجسد احنا تحت أمور تأتي تلك الزيارات المتكررة التي يقوم بها وزير السياحة والأثار دكتور خاند العناني إلى المنشآت الفندقية استعدادا لاستقبال السائحين خاصة بعد قرار الدولة باستئناف حركة الطيران وفتح المطارات مرة أخرى الأول من يوليو القادم من الغردقة محمد الخطيب النيل اعلنت وزارة الصحة عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية طبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة وصرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة من الإصابات ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس لافتا إلى وفاة 85 حالة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي العدد إلى 56809 إصابات و2278 وفاة أعلنت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية وقالت الوزارة إن ذلك يأتي حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان السلامة والوقاية من فيروس كورونا تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم 9 ملايين إصابة و472 ألف وفاة وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفايات والإصابات مسجلة أكثر من 120 ألف وفاة ومليوني إصابة وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بأكثر من 51 ألف وفاة ومليون إصابة وفي المركز الثالث من حيث الإصابات جاءت روسيا بعد تسجيلها أكثر من 590 ألف إصابة في أوروبا بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا أكثر من مليونين و300 ألف إصابة وأكثر من 187 ألف وفاة بحصيلة بلغت أكثر من مليونين و300 ألف إصابة بفيروس كورونا تستحوذ قارة أوروبا على نحو ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس على مستوى العالم وفيما يتعلق بالضحايا استحوذت القارة العجوز على نحو ثلث عدد الوفايات بحصيلة بلغت أكثر من 187 ألف وفاة وعلى رغم من هذا تواصل أوروبا تطبيق شعار التعايش مع الفيروس وسط مؤشرات لتراجع الإصابات والوفايات في بريطانيا التي تكبدت أسوأ نسبة ضحايا بحصيلة جاوزت 42 ألف وفاة بدت إحصائيات الإصابة والوفاة في التراجع العدد اليومي الإجمالي للأشخاص الذين ماتوا بفيروس كورونا في انخفاض حيث أظهرت أحدث البيانات وفاة 15 شخصا لتماثل بذلك أقل إحصائية منذ منتصف مارس ولأول مرة اقتصر عدد من يتلقون العلاجة في المستشفيات على أقل من 5000 شخص وفي فرنسا التي بلغت نسبة الوفايات لديها بالفيروس نحو ثلاثين ألف وفاة أعادت البلاد فتح دور العرض السينمائي مع مراعاة تطبيق إجراءات احترازية حددت عدد المترددين على دور العرض وحرصت على مساحات التباعد الاجتماعي سواء جاء المشاهد بمفرده أو مع مجموعة من الأشخاص سيجد أن المقعدين اللذين بجانبه خاليان للتأكد من مراعاة مساحة التباعد الاجتماعي هذا هو الإجراء الرئيسي الذي نطبقه هنا بجانب إجراءات أخرى للتأكد من عدم وجود كسافة في دور العرض السينمائي وفي ألمانيا التي تكبدت نحو 9000 وفاة بالمرض رصدت سلطات وإعادة انتشار للفيروس في بعض الأنحاء هناك انتشار للفيروس يستلزم التعامل معه بجدية وإن الحكومة الفيدرالية تتابع الوضع عن كثير إن المسؤولين عن سلامة القطاع الصناعي يعكفون على التحكم في الوضع بصورة أكبر وفي السويد التي اقتصر عدد ضحايا المرض لديها على نحو 5000 فقط أعادت البلاد فتح شواطئها على حدودها الغربية وسط أهب لأي انتشار جديد للفيروس وأطلقت تطبيقا على الهواتف المحمولة لتحديد بؤر انتشار الوباء حرصا على تجنب المواطنين التجمع في هذه البؤر أقرت كوريا الجنوبية بأنها تواجه موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا منذ منتصف مايو مع تسجيل من 35 إلى 50 حالة جديدة يوميا خاصة في سول وضواحيها كانت كوريا الجنوبية تعد ثاني دولة ينتشر فيها الوباء خلال شهر فبراير الماضي بعد الصين لكن السلطات تمكنت من السيطرة على الوضع عبر اعتماد استراتيجية فحوصات مكثفة وتتبع المخالطين للأشخاص المصابين ولكنها خففت إجراءات الالتزام بالتباعد الاجتماعي في مطلع مايو أعلنت اللجنة الصحية بالصين عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما طلقت تقارير عن اثنتين وعشرين إصابة جديدة بينها ثلاثة عشرة بعدوى محلية وتسع حالات وافدة من الخارج وذكرت اللجنة أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في بكين بذلك يرتفع إجماليو المصابين إلى ثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وثمانية عشر شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند أربعة ألاف وستمائة وأربعة وثلاثين شخصا يكشف اليوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب عن أحدث تخفيف لتدابير العزل العام في بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان القطاعات التي سيتم السماح لها باستئناف نشاطها في الرابع من يوليو بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن موافقة الحكومة الشرعية والانفصاليين الجنوبيين على وقف إطلاق النار وعقد اجتماع جديد في الرياض لمناقشة التهدئة صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيدة الركن ترك المالكي وأضاف أن الاجتماع الجديد يهدف للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الليجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية الليلة الماضية أن الدفاعات الجوية تصدق لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة جبل السورية على ساحل البحر المتوسط كانت المعارضة المسلحة قد قصفت في السابق قاعدة حميميم الجوية الروسية القريبة من المنطقة في القرطوم يقوم فنان سوداني بالعزف أمام حشد في مركز عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد مر واحدة أسبوعيا للمساعدة في رفع معنوياتهم الموسيقى واحدة من وسائل تحسين الحالة المعنوية للمرضى حول العالم أصبحت جزءا من رعايتهم بشكل متزايد في السودان حيث يقوم الفنان السوداني عاصم الطيب بالعزف أمام حشد في مركز عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد مرة واحدة أسبوعيا للمساعدة في رفع معنوياتهم الطيب يتطوع بالعزف على الجيتار والغناء للمرضى بلهجات محلية الأطيبة حقيقة محتاجين الأطيبة محتاجين دعم والمرضى محتاجين دعم وأنا بالنسبة لي الدعم ما هو جرد موسيقى بسقونا أنا في كلام حقوله عن البعد الروحي في الوغاية البعد النفسي دي كل أبعاد أنا دا أضيفة على الأقل للناس اللي قاعدين من الجيش الأبيض اللي قاعدين هنا بفتكر أنهم مهمة جدا جدا الطاقم الطبي يؤكد أن عسف الطيب يحدث فرقا معنويا كبيرا في مركز العزل بالخرطوم ويعتقد العاملون في المجالين الإنساني والطبي أن الفيروس ينتشر دون رادع وغير متتبع في أكثر مناطق السودان تهميشا حيث المرافق الطبية قليلة ومتباعدة تسعى السلطات السودانية جاهدة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في وقت يحاول فيه العالم العودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى ولو بشكل تدريجي إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى ختام نشرتنا إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة الليبية اليوم وزيرات الصحة تعرض على رئيس الوزراء خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر كوريا الجنوبية تواجه موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وبريطانيا تعلن اليوم تخططا لتخفيف العزل العام نهاية النشر إلى اللقاء